مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من صحافة حول العالم نبدأ أولى محطاتها من صحيفة العرب الاحتجاجات في الأردن تدخل مرحلة خطيرة بعد مقتل ضابط أمن هناك قتل ضابط شرطة كبير الخميس في اشتباكات مع محتجين في مدينة معان بجنوبي الأردن خلال احتجاجات على زيادة أسعار الوقود امتدت إلى عدة مدن في أنحاء المملكة فيما يرى مراقبون أن السلطات الأردنية فقدت السيطرة على التحركات التي باتت تتخذ منحنا تصعيديا وتصاعديا وسط حديث عن دخول البلاد في حالة من العصيان المدني وفي بيان قالت الشرطة أن الضابط قتل إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في الرأس أثناء تعامله مع عمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في محافظة معان ويظهر أن السلطات الأردنية التي فشلت في تطويق الأزمة سلميا عبر مغازلة الطبقات الفقيرة بمنح تنازلات وتقديم الدعم المالي في ظروف اقتصادية صعبة بدأت تلوح وتلوح باستخدام القوة ضد المتظاهرين لقمع تحركاتهم بعد وصمهم بالمشاغبين والمخربين سبق أن شهدت للمدينة اضطرابات أيضا مدنية وإضرابات بسبب رفع أسعار الوقود وخفض الدعم وقالت الشرطة في بيانها سنضرب بيد من حديد على كل من يحاول الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة ويهدد أمن الوطن والمواطن وذكر شهود أن موكبا طويلا من العربات المدرعة شهد يدخل معان فيما تم إرسال تعزيزات إلى الحي الذي قتل فيه ضابط الشرطة شكرا